ساعات ما يبقاش عندنا طرق نقيس بيها ردود الأفعال أو يبقى عندنا قياسات حقيقية بالأرقام لما بنبقى عاملين حاجة ومش عارفين نشوف المردود بتاعها لكن أعتقد من أكتر الحاجات اللي بيبان فيها المردود العمل التنموي إحنا شايفين في التقرير الناس إزاي مستقبلة الناس بتوع التحالف والناس بتتعامل إزاي اللي بتسام أهلين طيبين وهم وقفين بيستلموا المراكب الشكل مختلف الفرحة والإحساس بأنهم عندهم القدرة الانتاجية وأنهم من فئات عمرية مختلفة وقدرين يقدموا لسه وعايزين يشتغلوا والتحالف دعاهم ده كلام مظبوط فعلا إحنا بدأنا المبادرة الأخيرة اللي حاجة وشفتوها في أسوان مبادرة مراكب الرزق بالنصق معاية صورة السماكية مع وزارة التضامن مع كمان باقي شركاءنا داخل كل محافظة صحيح هناك بيبقى يعني زي شيخ للصيدين في كل مكان بيبقى عنده القدرة والمعلومات الكافية مين يمتلك مركب مين مركبه تهالك مين بيشتغل عند الآخر وبالتالي بيكون داخله بسيط جدا وهي دي مهنته قبن عن جد فبدا ندرس على مستوى الجمهورية الأماكن المستهدفة فبدا نستهدف أسوان الأقصر إنا ده أهلية الغربية كل الأماكن تشتغل على البحيرات أو على البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو النيل ونبدأ نعمل توعية كبيرة جدا ليهم إمتى يوقفوا الصيد عشان ده كمان بيغزي الزريع السمك وبنبدأ كمان نديلهم بدل في فترة الوقف وزارة الضامن بتبدأ تخصص لهم مبالغ شهر أنا فاكرة التعويض أنا مش بس وقفتك لأ أنا عوقتك هو ممكن يوقف عن الصيد في المنطقة ده عشان احنا في زرعة سمك في المنطقة بنبدأ نغزيها من خلال هيئة صورة السمكية ففيه تناسج جهود ده لسه احنا بنعمله كمان إن شاء الله في لقصر الفترة اللي جاية مع وزارة التضامن هنشتغل على 400 مركب بخسلمنا حتى الآن حوالي 500 مركب آخرين الوزارة كمان شغالة في مع سندوق تحية مصرف أكتر من نشاط في هذا المبادرة أو المبادرة أخرى اسمها برأمان عشان خاطر يكون دعم لبعض الصغار الصيدين بأدوات الصيد طورنا الفكرة شوي مصطفى أنا عاوز بس علشان يعني المشاهد اللي بيتابعنا دلوقتي قد ينظر إلى الأمر إن هي مجرد مركب بياخدها بزرط لكن حسب معلوماتي وحسب ما رأيته رؤى العين بتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيزي بإنها ما تبقاش مركب بس ده تبقى مركب مجهزة ده كلام موزبور سيتم تجهزة بصناعة المركب من ورش في قلب المحافظات وده كمان دورة اقتصادية إذا عاملة بتشتغل بزرط وكل مجموعة من المركب دي حاجة بتكلمي فاربعة خمسة مليون في مجموعة في خمسين ستين مركب بيتم التصنيع وتوفير المواتير وأدوات الصيد والآيس بوكس أو تلاجة الحفظ الصغيرة بالإضافة أن حاجة بتاخد المنتج بتاعهم ده لو هو النهاردة الأماكن دي أو الكرة مجمعة عاوزين تلاجة حفظ الأسماك بننشئ تلاجة حفظ الأسماك طيب هل إحنا بعد الحفظ الأسماك بنساعده بقى فكرة أنه يبيع المنتج بتاعه أو يسوقه بنبدأ نخاطب بعض المطاعم أو بعض الفنادق اللي مجاورة ليه مقربة منه أن هنا فيه انتاج كافي وجودته عالية فهو كمان الصيد بيحس بأمان في المشروع بتاعه وبيبدأ يفكر طيب فيه تأمين عاوز يتعمل لقد حصل أي إصابة حصل أي حادث لازم يبحث دايما أن فيه حد واقف في ظهره وحد بيعلمه وفكرة التسويدي حاجة مهمة لأنه مش فكرة اللي أنا بسطاد وبطلع يعني قد ينظر التاجر طبعا وإحنا منتكلم هنا على فئة قليلة جدا ده صحيح بجشع واستغلال ظروف الشخص اللي مجود لأ أنا ببيع له بسعر كويس أنا حاجة بتقول بفندق أو بطعم طبعا ده بدأنا سعر عادل للطرفين للمشتري وللبيع ده صحيح وهم كمان بدأوا يكونوا مطمئنين إنهم بيمتلكوا المركب هو النهاردة مركب قد تصل الاربعين ألف بأدواتها بالمطور بتاعها بيعمل في أماكن مختلفة كان بنسأل أحد الصيادين وإحنا في زيارة أسوان الأسبوع أو الأسبوع ده نحن كن يوم السبت الماضي فبنقول له يعني إيه الفايدة الكبيرة ما تكون تشغال قبل كده على المركب ما حد تاني قال ملكيتي للمركب ده حتى بين عائلتي وبين أولادي هم حسوا بأمان حسوا بطمئنين إن مصدر رزقهم موجود ابني بخليه تعلم دلوقتي لكن هو حابب من الصيد ممكن ننزل بحيرة ناصر ممكن ننزل أماكن مجورة لنا مش بس نصطط في نفس المكان يعني نقعد نشرح ليهم ونعمل لهم الحاملات التوعية أو المبادرة الخاصة بالتوعية دي إنه ما تشتغلش على مكان واحد ونوع مصادر الرزق بتاعتك وغير وحافظ على فكرة زرعة السمك والثقافة دي كمان بدأت كمان عند الصيدين تتطور بشكل كبير هو بقى عارف إن ده مصدر رزق وعارف إن ده مهنة ورسة قبل عن جده وعنده الرخصة بتاعته وهذه الصلاة السمكية بتبدأ تشتغل على رفع الوعي عندهم كمان وده شيء الحقيقة محمود جدا من كافة أجهزة الدولة إن بتساعدهم وتأمنهم في نفس الوقت ونفكر في تأمين على حياتهم أو تأمين ضد الحوادث عشان خطر نبقى عندنا قدرة في استمارية وفي كمان أهل وإخواته بيساعدوه في هذا الرزق ترجمة نانسي قنقر